السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ألقي القبض على العشرات عندما حاولت الشرطة وقف مسيرة آلاف المتظاهرين المناهضين للإغلاق في وسط لندن وقام المتظاهرون الذين تتبعهم الشرطة بعرض لافتات وإضاءة مشاعر أثناء سيرهم من هايد بارك على طول شارع أوكسفورد وشانسريلين وإمبانكمنت وساحة البرلمان قبل التوجه مباشرة إلى وايت هول قالت شرطة سكوتلانديارد أن 36 شخصا اعتقلوا بحلول الساعة السادسة وخمسة وأربعون مساء معظمهم لخرق قوانين كوفيد وكتبت شرطة العاصمة على تويتر يواصل ضباطنا التواصل مع الأشخاص الذين يحضرون الاحتجاجات الجارية في وسط لندن سيتخذ المسؤولون إجراءات الإنفاذ عند الضرورة قد يكون هذا إشعارا بعقوبة ثابتة أو اعتقال وقال نائب المفوض المساعد لورانس تيلور أن عدة ضباط شرطة تعرضوا للاعتداء والإصابة بما في ذلك إلقاء الزجاجات من الحجد وقد أعرب أيضا عن أنه طوال اليوم سعى الضباط أولا إلى التواصل مع الأشخاص الذين تجمعوا لتوضيح أن أفعالهم كانت غير قانونية بموجب لوائح كوفيد-19 وشجعوهم على العودة إلى ديارهم للمساعدة في حماية أنفسهم والآخرين خلال أزمة الصحة العامة هذه وحيث لم ينجح هذا النهج وقبل الضباط بالعداء قامت الشرطة بتطبيق اللوائح وقامت بالاعتقالات إنه لمن غير المقبول على الإطلاق والمحزن أيضا أن الضباط الذين ينفذون اللوائح الموجودة لحمايتنا جميعا كانوا ضحايا لإعتداءات عنيفة ووقعت مظاهرات مماثلة في منشستر حيث تجمع مئات الأشخاص خارج المتحف الوطني لكرة القدم قبل السير إلى مقر شرطة منشستر الكبرى مدعيين أن الإقلاق كان جريمة لا تنسونا من الاشتراك في القناة وتفعيل سر الجرس ليصلكم كل جديد انتظرونا مع خبر جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة